السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيبي عاملين ايه اتمنى يا رب تكونوا بخير كل سنة ونده طيبين احنا في موسم التخزين كلنا بنشتري التوم علشان نخزينه يفضل معنا من السنة للسنة ايه رأيكم لما نستغل من التوم ده الاخدر ده ونستغله ونعمل منه توم بودر احنا مش هنعمله من التوم ولا حاجة لا احنا بنعمله من حاجة كلنا بنرميها القشر بتاع التوم الاخدر ده كنز بجد غالي قوي بعمل التوم بوضع حلوة قوي روحت قوية جدا المعلقة منه بجد بخمس معلق من الجاهز هقولكو كمان ازاي نخزينه برا التلاجة ويفضل سليم معانا للشهور وازاي نخزين التوم اصلا يعني روز بحاله زي ما هو علشان يفضل سليم للشهور وفترة طويلة جدا يلا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي بس سلاحيكو اشيري الفيديو لو عجب دول تقريبا نصف كيلو من التوم ايه انا اخدت هو اخدر كده ولازم من مشارة اساسي ان التوم بتاعك يكون اخدر يعني ما ينفعش يكون نشف هناخده اخدر عشان نقدر نفسس الورق بتاعه ونبدأ ننشفه ونحمصه في الفرن عشان نتحانه يبقى بوضر اول حاجة انا بشيل الجزء اللي هو تحت دوت انا ما بحبوش اللي هو الاخدر الغامق قوي ده ده برميه فكده بقى عندي التوم وبشد شوية قشر منه عشان بس اخد التوم انضيفه لان التوم انا مش اخسله انا اخده زي ما هو بشيل بس الطبقة اللي ممكن يكون عليها طينة او رماضة او اي حاجة من الحاجات لان طبعا ببقى طالع من الارض بقى في طينة وكمان اللي هو العنش بتاعه ده او الفرع بتاعه والجدر بتاعه ده ده برضه بشيله برميه وحاول تشري من جدره علشان ما يسيبش اي طين ولا اي حاجة في التومة زي ما انتو شايفين عشان بس ما بيبقاش فيها اي طين لان احنا مش بيخسله انا التوم زي ما انتو شايفين جده هقسمها تلت اجزاء الجزء الاخدر الاول اللي هو افتحت والجزء اللي في النص والجزء اللي مع الراس تمام عشان كل حاجة اللي هي استخدامها وكل حاجة هيعملها بطريقة معينة بالنسبة للجزء الاخراني اللي هو الاخدر الخالص ده انا بعينهم في الفريق في التلاجة في قلب علبة مقفولة مع الفصوص الطوم اللي انا هطلحها من نص كيلو ده بعينهم في علبة مقفولة زي ما هو سليم من غير ما قطعه من غير ما مفروم الطوم لان انا الحقيقة اسمعت ان فارم الطوم وشيلو في التلاجة فترة طويلة ده مش صحي مش عارفة الكلام ده حقيقي ولا لأ بس انا عم نفسي ما بحبش الطوم المفروم بتشيل في التلاجة لان ما بحسوهش قوي ولا ريحته قوي انا بحبه فريش كده فبسيبه زي ما هو في التلاجة ما بجرولوش اي حاجة فصوص متأشرة في علبة مقفولة بالنسبة للجزء اللي في النص زي ما نشايفين هبدأ افصصه اشرة اشرة كده بس حاولي تخلي كل اشرة لوحدها يعني منفردة عن الاشرة التانية علشان يتحمص منك بسهولة وما ياخدش وقت طويل في الفرن وما ياخدش من الغاز كتير طبعا لو هو اخد غاز كتير واخد وقت كتير يبقى كده مش موفر خالص انا عملته كله بالشكل ده هبدأ بقى اخد الراس ابدأ اشيل من تحت كده اشرة اشرة انا سيبت جزء من الجزء اللي اخدر ده في الراس بتاعي التوم عشان تطلع معايا بسهولة الاشرة البدل لفوق بين كل صف وصف من التوم يعني بين كل راسة وراسة من راس التوم نفسها هتلاقي برضو اشرة حاولتشيليها فصوص التوم نفسها هقشرها طبعا التوم الجديد لكل ما بتقشليه بيطلع معاك اشرة انا باخد اول الاشرة في الفص التوم نفسه اول اشرة في فص التوم نفسه وباشيلها برضو عشان حمصها تبقى رحيتها قوية قوي وفي نفس الوقت ببقى عينتي طوم متقشر جهز زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو انا بحاول اشيل كل القشر اللي معايا القشر الابيض والقشر الاخضر ضمع بعضه بيخلي لونه الطوم البودر بعد ما بتحمص لونه اللي هو تقريبا البيج الفاتح او الابيض اللي غاية مقسلنا بسيطة تمام زي الجهز اللي بنشتريم بره بالزبط طب احنا ما عندناش طوم اخضر وحنا في موسم من دلوقتي او في وقت ما ما فيش طوم اخضر وعايزين نعمل طوم بودر عادي جدا هتقشري الطوم وهتاخدي الفصوص بتاعته بس تعمليها شرايح كده او تقطعيها وهتحطيها برضو في الفرن لحد ما تتحمص تماما بنفس الطريقة اللي هنعملها بس هيكون لونه ابيض فاتح جدا زي ما بنشتري في بعض الاماكن وبعد المحلات بتاعت العطارة بيبقى الطوم البودر بتاعها لونه ابيض خالص وفي اماكن تانية بتلاقي مغمق شوية انا عن نفس بصراحة بحب الجاهز اللي هو اللي بيبقى بعمول بالقش برحته قوية قوي وخصوصا ان الطوم الاخضر لما بيكون لسه جديد بيبقى الريحة فيها قوية قوي انا هخلص كل الكمية كلها وانا مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 زي ما انتوا شايفين ده اللي قلتلكوا عليه الفصوص والجزء الاخضر اللي هو التخين ده انا بشيله للسمك في التلاجة في قلب علبة مقفولة انا جاهزت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 لحد ما سخن اه وحطيت التوم بتاعي اول ما حطيت التوم وحطيت الحرارة بتاعتي لدرجة حرارة 110 هتلاحظ ان التوم بتاعك هيبدأ يعني يتحمص بمنتاز سهولة خالص مش ياخد وقت ابدا وبالمناسبة كمان وانا بقشر للفصوص بتاعت التوم الفصوص اللي بتبقى في القلب من جواب تبقى رفيع جدا بحطها برضو مع القشر عشان ما هتضرهاش لان انا طبعا زي ما قلتلكم مش هفرومه بشيله اه فصوص صحيحة مش بفرومه ده بعد ما عد عليه تقريبا اول عشر دقايق كان بدأ يتحمص بس فيه اجزاء بس بس بسطة منه لونها اخضر وده بعد ما عد عليه بالضبط نص ساعة هو خلاص بقى كله متحمص زي ما انت شايفين كده ما خرفش خالص وصوت الخرفاشة بتاعته واضحة قوي هتلاقي ان لكل الاجزاء كلها هنشفت ما فيش اي جزء طاري كده يبقى تمام معيه كده يبقى تمام معيه كده هتطبي لما يبرد تماما لا تحاولش تدربيه في الكبه دلوقتي على انه بيبقى لسه سخن ممكن تلاقي جزء منه طاري فما يتحمل مش معاك انا بسيبه بعد ما بخلصه بالشكل اذا بسيبه في حرارة الفرن لمدة ديتين ثلاثة اه وبعدين ببدأ ان انا اطلعه من الفرن وابدأ افرمه في الكبه زي ما انت شايفين كده اول مطحنة بتاعت الخلاط طبعا كل ما تدربي فيه انت اول ما بتدربيه تحس انه لونه اخضر شوية بس مع الضرب بيبدأ لونه يفتح وده بقى يا حبابي شكله بعد ما تفرم اه ما شاء الله لونه حلو جدا رحته قوية جدا بجد قلبة البيت كله هتحفظي ببرطمان ناشف جدا من غير ما يكون فيه ولا نقطة مية زي البصل بودر بالضبط ويكون الغطة بتاعه ناشف المعلقة اللي هتستخدميه بيه تكون معلقة ناشفة والمعلقة اللي هتعبيه في قلب البرطمان تكون ناشفة وكل ما تستخدميه تحكم البرطمان عليه كويس قوي علشان ما يطولوش اي هوا لان لما مجرد ما بيشم الهوا بيبدأ يجمد وبيبوز معيك وبعمر قصير اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم استنوني ان شاء الله في فيديو جديد من قناة مبخ ام البنات الاميرة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة موسيقى